السلام عليكم الاحباب كيف انتم لابس عليكم بخير نتمنى تكونوا بصحة جيدة ونتمنى تكونوا بألف ألف خير مرحبا بكم في قناتنا قناتي وقناتكم قناة وصفات فتحي اليوم غادي نشاركو معاكم لمسمى المعمر هاد المسمينات كنحتاجوهم بزاف شهر رمضان الكريم كي يجيو الروعة في المداق وحتى في شكل ديالهم هنا سيدتي كناخدوز لفة كبيرة ديال بدقيق الأبيض اي دقيق الفورص نضيف لها ملعقة صغيرة الملح ملعقة صغيرة السكر وملعقة صغيرة الخميرة الخاصة بالخبز وازلافة صغيرة ديال دقيق فينو هنا ستقولوا لي لماذا نضيف السكر؟ لان السكر في الملوي ديالنا او في المسمين يعطينا واحد لون ذهبي ومن بعد ما نخلطو سيدات العناصر كلها هنا ستبدأ العجين فكيف كتعرفو فالعجين ديالنا ما نضيفوش لي الماء دفعة واحدة باش ميجرنناش العجين وباش كيجينا المسمين الزوين ضروري العجين في الاول كيكون قاصح من بعد كنقاو ندلكو فيه حتى كيترخف لنا العجين فضروري المسمين من ديالنا كيبغي شوية ديال ديالك فحنا شاركنا معكم هاد الوصفة من الاليف الى الياء الى جربتوها وعجباتكم كيف سبق لي وقلت فما تنسوش كتبوها لنا في التعليق وما تنسوش اللايك واشتراك وتفعيل جرس باش يوصلكم كلها جديد هنا من بعد ما نجمعو العجين ديالنا غادي ندهنو ايدينا بزيت وكن قطعو العجين ديالنا على شكل كورات احنا اللي كنتحكمو في الحجم ديالهم ودائما على حساب افراد الاسرة ديالنا من بعد سيدتي ما كنقطعو العجين ديالنا على شكل كورات كنخليوهم يرتاحوا ما بين عشرة حتى الخمستاش دقيقة كونما ارتاحوا اكتر كونما يجيونا سهلين في التوراق ديالهم فهنا كيف سبق لي وقلت من بعد ما كنكملو الكيمياء ديال العجين ديالنا من بعد ما كنقطعوهم على شكل كورات كنغطيوهم وكنخليوهم يرتاحوا ما بين عشرة حتى الخمستاش دقيقة فكيف كيف يبالك سيدتي في الصورة فهنا مبعد ما كننا الكيمياء اللي عدنا غادي نغطيو عليهم البلاستيك الغذائي وغادي نخليوهم يرتاحوا فهد الاتناء غادي ندوزو نوجدو الحشوة ديالنا فهنا سيدتي في مقلاء وضعنا فيها قليل من زيت وضعنا البصلة اللي اقطعناها على شكل مكعبات كنخليوها حتى كتبدأ الطياب لنا او كيبدأ يدخل فيها الطياب من بعد سيدتي غادي نضيفو لها الكفتة ودائما الكيمياء على الكفتة او البصلة او الخضار اللي كنستعملو في الحشوة فكتكون دائما على حساب افراد الاسرة ديالنا بيمكن استعملو الكفتة سواء ديال الجاج سواء ديال لعدانت سواء ديال الحم على حساب الموجود اهم حاجة اننا داروني كنوجدو شهيوات في رمضان وداروري طبلة الفطور ديالنا كتكون متنوعة ولو بالقليل داروري كننوعو شوية وما كنرموش إلا بقات لنا شي حاجة الغد اللي كنسخنوها هنا كنضيفو التوم تحميرا او البابريكا كنضيفو الخرقوم عرق او الكوركم كنخلطو المكونات كلها من بعد سيدتي غادي نضيفو القزبر اللي قطعناهم من قبل غادي نضيفو الملح الابزار او الفلفل اسود ودائما النار كتكون مهيلة باش ما يتحرقوا لناش هنا غادي نضيفو الشعرية الصينية اللي اسبق وضعناها في المدافي كنقطعوها وكنخليوها حتى كتنشف تماما من هذا كلمة وكنضيفوها للمكونات ديالنا كنحرقوهم مزيان باش حتى هي كتتاخذ المادا قطع التوابي هنا من بعد ما كتشوجدنا الحشوه كنناخدوها وكنحطوها على جنب كنخليوها حتى كتبرد تماما كنرجعو المسيم بناس ديالنا كنسرحوهم على سطح العمال فكيف كاسبق لي وقلت سيدتي كن ما خليناهم ارتاحوا اكتر كن ما وحنا كنسرحوهم ما كيسقطعو الناش بزاف وفي نفس الوقت كيعطيونا طوع كيف كنقولو هنا في المغرب يعني ضغية كيتسرحو لنا على السطح العمل كندحنوهم بقليل من الزبدة اللي كنكونو مخلطينها مع الزيت فحنا كيف سبق لي وقلت شاركنا معكم الفيديو او المسمن معمر من الالف الى الياء فايلة جربتوه اكيد اكيد غتيجي نجح معكم وغتيعجبكم فهنا كنشكلو المسمن ديالنا على شكل مربعات يعني مسمن عادي المعروف اللي كنستعملوه هنا بزاف في المغرب يعني مسمن تقليدي كناخدوه كنسرحوه على سطح العمل وكنتطويوه على اربعة كيف كيبالك في الصورة سيدتي من بعد عادة باش غادي نعمروه كنخليوه مرة اخرى يرتاح نعودوا معاكم محتخرة باش شوفوا الطريقة ومن اخرى غادي نقول لكم رمضان مبارك سعيد اللي يدخلو عليكم الصحة والسلامة ان شاء الله يا رب والله يشافيه اللي مريض وقاع اي واحد فينيتو شي حاجة يربي يوصلو لها يا رب فكيف سبق ريو قلت قد ما خلينا المسمى في ارتاح كما اي جرينا وحنا نقرصوه على السطح العمل كيعطينا الطوع يعني ما كيتتقبلنين اش بزاف وفن نفس الوقت كنبقى نسرحو حتى كيبالنا السطح العمل باش كيجينا امورق وفن نفس الوقت ما كيجينا شغلا يضمن الداخل يعني كيجين بسين مورق مرقين كي يجيوا روعة في الشكل ديالهم. وحتى المعدة كي يجي اروعة. فهنا كنستمروا بهات الطريقة حتى كنكملوا الكيميا الكاملة اللي عدنا من بعد كنخليوهم كيف سبق لي وقلت كنخليوهم يرتاحوا كنرجعوا مرة اخرى غادي نعودوا نقرسوا المسين مناسة ديالنا ولكن هاد مرمغ نقرسوهم شب الساف لاننا غادي نعملوا فيهم الحشوة باش ما تتقبلناش الحشوة ديالنا فمن بعد ما بردلنا الحشوة تماما داروري كنأكد على هاد المسألة اننا الحشوة داروري كنخليوها حتى كتبرد عند باش كنديروها في المسم من ديالنا كنضيفوا لها قطع من الزيتون اللي كتبقى اختيارية وكنشكلوهم على هاد الشكل فهديك الطريقة بان انا كنخليو المسم من ديالنا يرتاح كي يعطينا الطوع وحنا كنشكلو فيه كيف كي يبال لك سيداتي في الفيديو فهاد المقطع حاولنا نتقله بزاف باش يبال لكم يعني الناس اللي المبتدئات اللي معمرهم وجربوه المسم من بها الطريقة فكنطلبكم انكم تجربوه او كنشجعكم انكم تجربوه بها الطريقة فاكيد اكيد غادي يجي ناجح معكم وكي يجي مورق هنا من بعد ما كنكملو الكيميا كاملة اللي عطنا تعليم السمن كنوضعوه في الطاوال اللي فرشنا ليه الورق الغدائي ولا ما عطناش الورق الغدائي نقدروا ندهنوه غير بالزيت كنناخدوه بيضاء اللي وضعنا فيها قليل من الحليب باش كننشج سفورية ديال البيض كندهنو بها المسيم مناتي ديالنا وفهاد الاثناء راه الفرران شعلناه باش كي سخلينا بزيان ومن بعد ما اللي كان وضعوه فيه المسيم مناتي ديالنا كننقصو الفرران باش ما يتحرقناش للمسمن وفي النفس وقت كي طيب من بره ومن داخل وكياخد واحد اللون اللي زوين زوين بالسف فهنا كنزينوه بالجنجلان ودائما تزين كيبقى اختياري على حساب الموجود عدنا في المنزيل كنناخدوه المسيم مناتي ديالنا من بعد ما كنكملوهم كنوضعوهم في الفرن فمن بعد ما كنكونو شعلنا الفرن ونقصناه فالمسمن ديالنا مني كنوضعوه في الفرن كيتنفخ لنا وكيجي مورق فكيف سبق لي وقلت كنتمنى انكم تجربوه بها الطريقة اكيد اكيد غاد يعجبكم ودائما كنقول لكم الى بقى عندكم فمن ترميوه شرا كنوضعوه في اكياس غدائية ومن وضعوه في تلاجل غدليه كنسخنوه كيبقى الروعة بحلية الله والجتيح ودابا ما بقى لياه الا نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله بصحة وراحة